اه كامل جديد في حرية تعطيكم جديد وتطورات اه في الموضوع والبارع كانت اه وزارة شباب ورياضة هابتت بلاقي من الناس الكل اعلنت عدم اه قبولها وتواصل العمل بالاجراءات متاع عدم وجود بطولة والاجراءات اللي مفمشة كورا ان شاء الله لحد هذا في حين اه بالتالي كانت صدمة الاخبارة للناس الكل خاصة انه جامعة تونسية كانت هابتت تعينات مقابلات الجولة هذي في الليل اه بعض التطورات اه ومصادرنا خاصة اكدتنا انه صارت اتصالات بين الجامعة التونسية وعدد من رؤساء النوادي اكدوا اه خلالهم الجامعة اكدت خلالهم للرؤساء هذو الاستعداد لخوض المقابلات انتع الجل والجولة الاول للبطولة اه غدوة ان شاء الله هذي كل التطورات صارت في الليل ومفمش حتى تأكيد رسمي من اي طرف لكن جديد في الموضوع عملنا اتصالات من الوزارة كيف كيف وعملنا اتصالات من الجامعة اه وعملنا اتصالات ايضا من اللجنة العلمية المسؤولة عن مجابهة الكوفيد 19 جديد الجامعة التونسية كانت اكدت اه انه اكدتنا خاصة وعلى فما شكوم الجامعة اكدتنا انه من هنا للعشية باش تصدر الديسيزيون اه بتاع الجامعة وباش تصدر بلاغ فيه اكثر توضيحات وفما حتى تلميحات انه باش يجي مكتوب خاص من رئاس الحكومة التأكيد اه خوض مقابلات الجامعة الاولى غدوة دون انتظار مالسة الكلام اللي باش تقوله للجنة العلمية اللي باش تكون اه لدولة صحفية او الاعلان متاحها باش تكون يوم غد هيرا ما اكد هنا شكون من الجامعة باش تكون فما تطورات من هنا للعشية تأكد خوض البطولة عركة كبيرة ان يفهموه حاليا لوزارة والجامعة داخل فيها حتى رئاس رئاسة الحكومة حاول شكون باش ياخد ديسيزيون فينال ان شاء الله كلامنا ايضا عاوست رابلسي رئيس والايدارة بطانية للتحكيم حاول عدم اصدار تعينات الحكام الى حد الان اه نعفو كانت تعيناتها بتقبال نهارين وتلافها عاوست رابلسي اكدنا انه قاعد يخدم في التعينات اكدنا انه فما مقابلات بطولة يوم غد اكدنا انه تعينات الحكام باش تكون موجودة من هنا الغدوة في حين اتصلنا بشكون اه من الوزارة يأكد عدم اه كيف كيف عدم علمهم بالموضوع اه ما هوش بش تكون فما بطولة غدوة اه هذا لتأكده الوزارة تضرب كبير في روايات بين هذا مواقف مواقف بالضربة شكون يحكم شكون ياخد ديسيزيون اه بخصوص عودة البطولة سراع كبير بين وزير الشاب والرياضة والادماج المهني كمال ديجيجو ايضا رئيس الجامعة التونسية اللي كرت القدم وديع جريح حاول عودة البطولة من عدمها تصنى ايضا باللجنة العلمية تصنى ايضا فما شكون تحصل عليها فما شكون لا لخب تكبيرها اللي تحصلنا عليهم الاغرب تأكدوا انهم ما يعفوش هل فما بطولة ولا لا تصنى برئيسا تعالج لجنة علمية نصفنا عليها ما نجمناش نتحصلوا عليها ما ردتش على المكالمات متاعنا هذا الكل نصنى وشن هو بش يصير من هنا لليوم في الليل ولا غدوة بطولة ورأي نجموا قولوا فما ماتشوات ولا لا الهلال بش يخرج في الليل ولا الهلال بتاع البطولة هذا اللي بش نتأكدوها اليوم ونشوف شكون بش يغلب في الصراع بين الجامعة والوزير تقريبا قرينا نقولوها هذي هي العركة بين الجامعة وبين الوزارة شكون بش تقول له الكلمة الاخيرة المعلومات اللي عنا تقول رئيس الجامعة كان التصلب حتى بهشام المشيشي رئيس الحكومة اخذي من عنده تطمينات انه البطولة بش تكون في موعدها في حين بش يتكسر هيرا بش يتكسر كلام لوزير شنو موقف وذا كانت لعبة المقابلات غدوة ان شاء الله شنو موقف لوزارة اكيد بش يكون في موقف محرج برشة ووزير شباب ورياضة والادماج المهني كمال دقيشة اذا كان صارت البطولة يوم غد تطولات موضوع للمتابعة نتابعوها كي تلقاوا جديد كيف كيف على براجبتان اكس براس افام سبور تلقاوا فيها كل جديد بخصوص الموضوع يلو كان فما جديد من هنا حتى النهاية الحصة كي تلقاوا موجود معنا على اكس براس افام من الفين وعشرة بدت العشرة توا اشتركوا في القناة